بعد تصفيات الطبعة السادسة والأربعين من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل التي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد الباردي العالمي ومن بين حوالي ألف رسالة محررة باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وكذا الأجنبية تم انتقاء ستة عشر رسالة من طرف لجنة تحكيم لقد كانت المشاركة قوية من مختلف الولايات الوطن فمن بين حوالي ألف رسالة منتقات في مرحلة أولى تم اختيار في الأخير ستة عشر رسالة إلى جانب ذلك تم تكريم التلميذ المشاركين في هذه المسابقة بحضور وزيرة التربية نوريا بن غبريط ووزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إيمانه دفعون وكذا وزير الثقافة عازد منه بي تقديرا للعلم وأهله وتكريما للأسرة التربوية الموسعة من مربين ومعلمين وأساتذة وباحثين وكذا الإداريين وسائر العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث كما أن الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لقياس الأشواط التي قطعناها في الجزائر ولتأكيد العزم على مواصلة تعميم التعليم في أرفع مستوياته وتبقى مثل هكذا مسبقا تمنح فرصة للتلميذ للتعبير عن أمالهم ونظرتهم المستقبلية للعالم الذي يعيشون فيه واقتراح حلول لمواجهة التحديات